يسعى الصباحكم أهلا وسهلا فيكم بيات توقعات الفلكية والأبراج واليوم رح أرد على أسئلتكم لأنه الأسبوع الجاي رح ندخل بي دورة فلكية جديدة لشهر عشرة رح نحكي أكيد عن التطورات والتغيرات اللي رح تصير بي الكواكب وكيف تأثيرها على كل الأبراج اليوم رح أرد على أسئلتكم في كثار البعض من برج الثورة اللي ما تحسنت الظروف عنده بدي أذكر أنه حكيت أنه بعد 15 الشهر لما أطارد يرجع لسيره الأمامي رح يعطيكم إيجابية وتنتهي السلبيات ولكن قبل يومين حكينا للمريخ وكيف أنه المريخ ببرج الميزان عم بيعطيك تحذيرات يعني أوكي فيه إيجابية ولكن مشروطة بالنسبة للمريخ عم بيعطيك عم بيعمل شوية فوضى بحياتك عم بتزداد المسؤوليات الاتصالات ممكن ما عم بتلاقي الوقت الكافي إنك تنجز كل المهام الموجودة عندك كمان عم يظهر يعني هو في بيت الأعداء المخفين وبيت التحديات فهذه المسألة أيضا بدنا نتجاوزها بشكل صح كمان كانت الفترة الأولى مشروطة أنك حتى تتجاوز السلبيات اللي حصلت بسبب تراجع عطارت ببداية الشهر بعد 15 الشهر كان المفروض تخرج من الفترة الأولى بدون أي سلبية لحتى تعيش إيجابية السير الأمامي لعطارت فكان فيه شروط المفروض أنه تتوفر لحتى تكون بعد 15 الشهر عندك إيجابية عالية المستوى كمان الزهرة اللي أنهت تراجعها بعد ثلاثة شهر ولا آخر الشهر هي ببرج الأسد عم تنتهي سلبيات العلاقة سواء كانت علاقات الخاصة أو العامة عم بيصير تعزيز بالعلاقات إنهاء سلبيات العلاقة مع الشريك إيجاد الحلول المناسبة للمصالحة مع أحد الأطراف اللي حصلت بينهم بعض التراجع بعض المطبات اللي حصلت من الشهر الماضي لأنه شهر الماضي كمان كانت الزهرة متراجعة وكان الثور عنده تراجع بالعلاقات الاجتماعية إذن لحتى تعيش الإيجابية بعد 15 الشهر كان فيه شروط تتماشى مع المريخ ومع الفترة الأولى كيف طلعت منها بعد 15 الشهر كمان بدي أحكي للسرطان اللي كان لما كان عطارد متراجع بالعذراء كنت متوتر ومتشتت وتأثيراته كانت سلبية ولكن بعد 15 الشهر ولآخر الشهر رح يكون عندنا تغيير بطريقة تفكيرك لأن المعطيات رح تختلف رح تتوجه أفكارك للوضع المالي رح نشوف برج السرطان اللي كان مبذر وأصرف ما بتجيب يأتيك ما بالغيب هاي المسألة رح تنتهي عند الكثار من برج السرطان ورح يبدو يحطوا حجر أساس لمستقبل قادم للسنوات القادمة رح يعرف كيف يجمع المصاري ويكون المستقبل بشكل صحي يحط حجر أساس لحياته لسنين قادمة كمان نعتبرها فترة إيجابية على كل المستويات لآخر الشهر بالنسبة للمريخ اللي هو بالميزان عندك شوية مراوحة بالمكان تأخير وتسويف هاي الفترة بالذات الأيام الأخيرة من الشهر ما رح تبشي الأمور مثل ما أنت بدك رح تظهر بعض العراقيل بسبب المريخ صح أطارد معك ولكن وممكن يخفف من وطقة الأحداث اللي عم تحصل بسبب المريخ فما تبدأ بجديد بهذه الفترة حافظ على موقعك اللي أنت فيه ما تخرج عن المألوف ما تعصب وإذا حسيت حالك معصب بدك تكون تعدل العشرة قبل ما تتخذ قرار أو قبل ما تواجه أو قبل ما تدخل بتحدي هاي الأيام الأخيرة من الشهر عندك دعم كثير كبير أنك تحط جدولة جديدة وترسم خارطة جديدة لحياتك تبدأ فيها اعتبارا من بعد عشر الشهر الشهر عشرة يعني الشهر القادم من بعد عشر الشهر رح يكون عندك تطورات إيجابية كثير كبيرة تدعمك ورح يكون عندك حظ عالي خاصة بالعمل ومع المسؤولين رح تلاقي دعم كثير كبير أنك تحط حجر أساس وترتقي سلمات النجاح سواء كان على المستوى المالي أو العملي أنك تحصل على منصب جديد بموقعك بالوظيفة كمان لو أجينا على برج الأسد المريخ بالميزان على مدار الشهر عم بيعطيك دعم أنك تعزز العلاقات بشكل كثير كبير وكمان هاي الفترة ممتازة جدا أنك تنهي سلبيات العلاقة وتنهي الأمور اللي حصل فيها تراجع لأنه الثلاثة الشهر الماضية أو شهرين ونص الماضيات لغاية ثلاثة الشهر كان في عنا تراجع بالزهرة بعد ثلاثة الشهر لما توقفت رح تشوف الوضع أنه المعطيات عم يتغير الوضع عم يتغير فهاي الفترة بدك تعزز العلاقات ما تخسرها وأيضا تكون مستمع جيد وتعطي الفرصة الكافية خاصة للشريك أنك تعطي له المساحة الكافية للتعبير عن رأيه وتكون مستمع جيد أما بالنسبة لعطارد اللي أنهى تراجعه من بعد خمستاش الشهر الفرص موجودة ولكن أنت عم بالطيل التفكير يعني من حقك أنك تستشير ذوي الشأن أنه خاصة إذا كان فيه مشروع جديد أو مشروع السفر أو انتقال أو هجرة أو شيء من هذا القبيل ما تاخذ وقت كثير طويل لحتى تتخذ القرار لأنه راح تضيع الفرصة من عندك كمان عطارد عم يعطيك القدرة على إعادة التوازن بحياتك على كل المستويات العاطفي العملي المالي بدك تنسى الماضي لحتى تقدر تحقق التوازن للمستقبل ما تفكر كثير بالأمور المالية اللي مضت لحتى تقدر تفكر صحبي وتحط خطة جديدة لحياتك للمستقبل البرج الأخير اللي راح نحكي له اليوم هو برج الحمل والحمل لما كان عطارد متراجع كانت فترة غير سهلة ولكن بعد 15 الشهر وخاصة هذا الأسبوع الأخير اللي عم نحكي عنه فترة ممتازة جداً ولكن مشروطة فقط بشيء واحد أنك تدرس التفاصيل بشكل صح تقرأ ما بين السطور خاصة بحالة توقيع عقود أو دخول بشيء جديد أو فتح مشروع جديد أو أنك عم بتدخل شريك معك بحياتك المهنية والمالية تدرس التفاصيل تستشير ذوي الشأن قبل ما تتخذ أي قرار مشروطة أيضاً بأنه إذا حتى تصير عندك السهولة بحياتك العملية والمهنية والمالية بدك تكون مستمع جيد وما تتردد وما تكون مستعجل بالرد هذه العجلة الموجودة عند برج الحمل اللي يتخذ القرار بسرعة لسه الشخص اللي قدامه ما كمل كلامه يقاطع ويدخل بتفاصيل جديدة حاول تكون مستمع جيد بهاي الفترة لأنه في مشاريع في أبواب مفتوحة ولكن ما عم تستغلها بشكل صح شكراً لمتابعتكم إن شاء الله يوم الخميس يكون لنا لقاء يسعد صباحكم صحة 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 مارتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة